بتقديرك أستاذ ياسر يعني بوتين مصر على التهديد بالسلاح النووي واليوم يعني الأمور جدية جدا يعني أعطى أمرا لقوات الردع كي تستعد والبنتاجون رد ووزير الخارجية الفرنسي رد ما الذي دفع بوتين لهذا الإجراء بتقديرك؟ يعني بتصولي البارحة على وجه التحديد كان هناك نشاط محموم من الخارجية والحكومة الأوكرانية لذلك وجدنا أن هناك كان تفاعل كبير في إمداد بالسلاح تفاعل كبير في تحقيق عملية المقاطعة وأخراج روسيا من سويفت بالمقابل كانت روسيا نائمة البارحة اليوم بوتين يريد أن يعوض مع فقداني للأمس هو يريد أن يقول أنا سأهددكم فيما إذا استمررتم أصبح إمداد السلاح لأوكرانيا أمرا يعني مزعجا بشكل كبير وملموس بالنسبة لبوتين وأيضا العقوبات الاقتصادية أصبحت مزعجة والأمر الثالث أنا برأيي هو أراد أن يخيف الوفد المفاوض الذي قدم من أوكرانيا من كييف على أن السلاح النووي فيما إذا جربه وكان حتى بشكل ضيق يعني ليس بشكل واسع ستكون أوكرانيا هي حق للتجارب وبالتالي أوكرانيا ستكفى هي السبب